عندنا في مصر بالتحديد وفي المنطقة العربية بشكل أكثر عمومي ويمكن الأجانب كمال لأنه فنها خلص ده هتبقى بورصة يعني طيب بكرة بإذن الله الهيئة العامة للرقابة المالية هتعمل المؤتمر الصحفي بتاعها للإعلان عن إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر وده بعد انتهاء الهيئة من استكمال الإطار التنظيمي لسنديء الاستثمار في المعادن ومن ضمنها الذهب طيب هتقول لي يعني إيه هقولك بص يعني من غير ما هقول أسمي رجال أعمال فيه رجال أعمال كبار بيقولوا دايما إحنا بنحول استثماراتنا للذهب بيظن اللي بيقرأ أو اللي بيسمع أو اللي بيشوف أنه تحويل استثمارات للذهب يعني بيشتري المعدن الأصفر أو بيشتري سبايك الذهب أو بلطات الذهب اللي بنتفرج عليها في أفلام الكارتون دي لا رجال الأعمال دول بيستثمروا في الأسهم بتاعة شركات الدهب الكبيرة ومن هنا بتبدأ يعني بطرق بالعلم بالمخ بالخبرة إلخ 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 بيبتبدأ هذه الثروة تكبر وتنمو وما إلى ذلك فسندوق الاستثمار اللي بتعمله مصر الأول مرة للاستثمار في المعادن والمعادن النفيسة وأولها الذهب دي خطوة كبيرة مهمة رائعة جدا للاقتصاد المصري من جهة لك أنت كفرد من جهة أخرى وبشكل عام حتى للمستهلك العادي أنه خلاص يبقى فاهم يعني إيه أسعار الذهب لها ضابط ورابط مفهومة بتتحرك في أي إطار مش متروكة عشوائيا ففعلا في حاجة زي كده يتقال عليها ألف مبروك وبإذن الله ربنا وفقنا جميعا فيها